وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 262 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 655 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 128 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة كذلك تم ضبط أكثر من 455 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض إلى جانب ضبط أكثر من 52 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية يأتي ذلك فيما تم ضبط 20 طن من الإسمنت وذلك في مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء فضلا عن ضبط 951 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 184 قضية خبز ناقص للوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر